التغير المناخي والبيئي ومضيات عكاسه لسيما على الاهوار عنوان ندوة حوارية اقيمت في المحد الفرنسي ببغداد بالتعاون مع شركة زين العراق السفير الفرنسي وزير البيئة وشخصيات اخرى حضرت الندوة للتباحث حول اليات التعاطي مع هذا التغير الهدف اليوم هو يسمى في المحد الفرنسي هذا الحدث الذي يسمى ليلة الأفكار ليلة الأفكار هو حدث جدا مهم لإستقبل العراق طرحنا بمواضيع مهمة هذه المواضيع كانت تتعلق بأهوار الأهوار في الجنوب انطلاقا من شراكتنا مع السفارة الفرنسية فاليوم زين العراق موجودة بهذا المؤتمر بهدف رفع التوعية حول مفهوم تغيرات المناخ ومائلة من تأثير قوي على المنطقة وبالذات منطقة الأهوار خطر الجفاف بتراجع الحصص المائية بات يداهم مستقبل الأهوار ويشي بأولادة مخاطر جدية فشح المياه والتصحر تسببا بتقلص الأراضي صالحة للزراعة وفق أحصائيات رسمية إلى نحو 68% فأكثر من 100 ألف دونامين سنويا معرض لخطر التصحر نحن نبذل جهود جدية مع الأخوة في وزارة الموارد المائية من أجل إيجاد رؤية مختلفة لزياد نسبة إغمار الأهوار وأنا أؤكد بأن الأهوار العراقية هي ليست خزان احتياطي لخزن فعض المياه وأنما هي نظام بيئي فريد من نوعه واجب استدامته هو أمر ضروري جدا وعلى ما يبدو فأن التناقص الكبير بمساحة الأراضي المغمورة في مناطق الأهوار نتيجة التغيرات المناخية بات يشكل قلقا وفق مختصين حيال مستقبل وجود الأهوار لتأتي هذه الندوة وغيرها للبحث عن طرق حماية البيئة والمناخ في الأهوار من العاصمة بغداد مدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر